يعطيكم العافية انا مجدي ابن الجنوب قضاء حصبية باختصار مفيد انا مغترب لبناني عايش بالخليج وصار لي تقريبا من 2001 عايش برات لبنان ومتغرب عن اهلي وبلدي قبل ما فوت بموضوعي انا بدي وجه تحية كتير كبيرة للمناضل مصلح سري الدين يلي انا عم تابعه طبعا من فترة قصيرة بش من زمان ولكن لفتلي نظري بكتير امور عبيحكيها وانا من خلال هيدا الفيديو يلي الكل رح يشوفه وبوجه له تحية كتير كبيرة وبقال له انه انا وغيري وفي كتير ناس هون برات لبنان طبعا بيقيدوك وهني معك وبيشدوا على ايدك اه انا بدي احكي اليوم بشغلي هيك بسيطة اه في كتار ملايين من الليبنانية عم بيعانوها واللي هي الغربي يلي نحنا اه مشردين عن بلدنا ومغربين اه طبعا سبب الغربي اكيد بعض التفهين وقليلين الشرف اه والنصبين والحرمية يلي قاعدين صارلون سنين اه بالصورة وبالمجلس اه وعب يسرقو بينهبو بياخدو من هالبلد ونحنا هون طبعا عم نعاني وعم نموت كل يوم اه اه طبعا هيدا هيدا يعني ببساطة ما في يقولكن قديش نحنا موجوعين لحتى نرجع نعيش ببلدنا ناكل لقمي نضيفي ببلدنا نشم هوا نضيف ببلدنا نحنا هون الهوا عم ندفع حق ومصاري عم نعاني من اشي كتير اشي كتير محرومين مننا لك انا يا جماعة نفسي ارجع ع لبنان عيش بين اهلي بين هالعالم الطيبي شوف الناس الراقي انا بدي ارجع ع لبلدي انا ما بقى بدي ضلني برها فحلوا عن سماء هالبلد يلي خربتوه ونبهبتوه على مدار ستة وثلاثين سنين ولك ما شبعتو وبعدكم عم تسرقوا وبعدكم عم تنهبوا وبعدكم اعدين وما بتستهوا ع حالكم رحتوا مبارح مددتوا لحالكم بالمجلس اكيد طبعا بدكم تمددوا بالسنتين وثلاث سنين وتقبضوا بهالمعاشات وحضرتكم اعدين بالبيوت وولادكم عم تتعلم بافخم المدارس طبعا برات لبنان مش بلبنان وبتحكموهم بافضل المستشفيات نحن على كل حال مش عيننا بشي ابدا ولكن على القليلية بدكم تعملوا هيدا الشي يعملوه ولكن امنوا لقمة المواطن اللبناني عايشوه بكرامة زبطولوها البلد جفبولو على القليلية مي كهربا يعني انا ما بعرف باي بلد بالعالم بعد بتنقطع الكهربا باي بلد بالعالم انا بمشي بالليل ما في انارة للشوارع بعمل حادث بموت ما حدا بيسقل فيه يعني صراحة ما فيه لكم على الشعور يلي نحنا فيه هون ولكن بدي اقلكن شغلي من يوم رايح نحنا ما رح نسكوت وهيدا اول فيديو من برات لبنان انا بعملو واكيد في غيري رح يبعتو انا بشد ايدي على ايد مصلح وكل الاحرار يلي هني معانا ويلي هني متضمنين معانا ويلي هني عبي اعملوا هيدا الثورة الجديدة نحنا رح نكفي الطريق وحنكون مع مصلح سري الدين ورح نفتح فضائية وانا من هون بقول لمصلح ولكل الشباب الطيبة انو انا جاهز لاتبرع للفضائية لحتى نطلع ونحكي ونقول وما بقى نخاف من حدا يعني شو بدون يعملوننا بدون يقتلونا بدون يحبسونا يسوينا ما يسوي غيرنا من احنا ما بقى نسكت واكيد ما في داعي احكي اكتر من هيك لانه صراحة الوضع صار كتير مزري وقرفنا من الوضع يلي نحنا فيه بلبنان وقرفنا من هاي السياسيين يلي معهم نشوف غيرهم من 36 سنة لليوم قرفنا من وجوهكن الخنزيري ترجمة نانسي قنقر